الله أكبر غير المغمب عليهم ولا الضالين ألف لامين تنزيل الكتاب لا عب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى عن العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا طللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم من عند ربهم ربنا أبصرنا وسرعنا فارجعنا نعما صادحا إنا منقلون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا على بالخلط بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعهم ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعلم جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان غمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المهوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيد فيها وقيل لهم يوقوا على النار الذي كنتم به تكذبون ولم هيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلق ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه مدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلكنا آيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابهم وأنفسهم أفلا القصرون ويقولون متى الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق أنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي من الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعت عليهم غير المرم بعدهم ولا المالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إنا أعتدنا لكافرين سلاسل وأغلادا وسعمرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاتها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذج ويخافون يوما كان شر مستقيرا ويطعمون الطعاب على حقه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعلكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ونقاه نقرة وسورا وجزاء بما صبروا جنة وهذيرا متكئين فيها على الأوائك لا يرون فيها شمسا ولا زم هذيرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بهالية من فطة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فطة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كيسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومكا كبيرا عاليهم سياب سندس خطر واستبرقا وحلوا أساور من فطة وسطاهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزدا وكان سعلكم مشكورا إنا نحن نسلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك مكرة وأصيلا ومن الليل فاستدنه وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشتدنا أسرهم وإذا شئنا بدرنا أمسانهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء أتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما